اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مملكة البحرين مستمرة في توطيد علاقات التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل والتنسيق المشترك بما يسهم في فتح المزيد من الفرص الواعدة التي تعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين منوها سموه بما تشهده العلاقات البحرينية البريطانية من تميز وتطور على كافة المستويات وما تحظى به من دعم واهتمام من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والذي عكسته عمق علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين المملكتين الصديقتين ومواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بما يخدم المصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بقصر القضيبية اليوم السير آرثر نيكولاس وينستون سومز حيث رحب سموه بزيارة السير سومز إلى مملكة البحرين من جانبه أعرب السير آرثر نيكولاس وينستون سومز عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات البحرينية البريطانية على مختلف الصعود وتمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار اشتركوا في القناة